مرحبا بكم احنا موجودين في التونيزيا investment forum وهوني منذ لحظات ادم اكيد بشواريكم بعض الصور مازالك تم توقيع اتفاقيات مهمة على الطاولة هذي اللي على يساري حاضر معايا الان نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار اللي هو كان متواجد في السينياتري غدومة السيد لواني ساكيغيس اللي هو كيمكنكم نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار بعد شوية بشي يكون معايا شخصين ايضا بالبنك الاوروبي الاستثمار جزء الاول من الحيوار اسمحوا لي بشيكون باللغة الانجليزية so welcome to tunisia and thank you for joining us for this interview and again congratulations for the two signatures that occurred earlier that happened earlier and you were a part of them so first question an easy one what are the commitments or what is the commitment of the european investment bank to tunisia first of all i would like to thank you for the opportunity to have this short interview and i have to say that i'm very honored that it's my first official visit in tunisia and this is it's going together with some very important signatures on your question i have to say that tunisia is a trusted partner for more than 40 years of european investment banks and the european investment bank when it comes for two countries outside the european union in tunisia we have the highest investment per capita so it's i would say it's one of our biggest partner outside the eu we already have more than 128 operations uh... uh... 128 operations right 128 operations so far with tunisia 128 operations so far with tunisia 128 operations so far with tunis and the commitments to over 7 million euros so this is for the commitment i think the figures talk for themselves 7 billion euros a bit less a bit less a bit less a bit less than 7 billion euros هذه هي وصلتها بكثير من هذه المواطنة. ستبقا نتعرف عن بعض الأشياء؟ لا نتحدث عن هذه الأشياء المروراتين، أيضا الأشياء المروراتين، ولكن بعض الأشياء التي تحرقانا في الآن. حسنا نتحدث عن الأشياء المروراتين. أعني أنهم التي تحرقونها اليوم سيكونوا بشكل كبير. ولكن دعونا نحن 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 في 2023 عندما نحن حرارة 97 مليون لاحقا على العملات المنظمة وعلى هذه المحضورة أريد أن نقول أن العربية تعتقد بأن العربية معاً معاًً لدينا معاً ينبذلون فيهم نظامهم المنطقة التي تتبعونها مع اجتماعات المنطقة والمعارضة هذا المنطقة كانت مهمة لطنسيا لأن المنطقة مهمة قريبية ويستم تنسيقات ليس لأجلسة من المنطقة ولكن لأجلسة من المنطقة سأتطلع هذا الأول يقول أنه لديه مثلاً هذا هو مجرد من الناس هذا هو مجرد من الناس يمكنك أن تخبرنا عنه أخرى يملكون المتحدة والمتحدة التي يسببها مع التعديل للغاية التي تسببها مع التعديل من المد المتحدة أثناء المتحدة وهي مجرور مجتمع للتونيسيا ولكن أيضا للأوروبا لأنها نحو yearning من الأوروبة إلى نور الأفريق لذلك هذه تسبب 45 مليونات لكن كما قلت بإمكاني هذا التعليم للغاية هو حقاً مهم. 45 مليون. 45 مليون. أخر مهم. أخر مهم. 17 مليون من قرارات من المؤسسات من المؤسسات التي كانت دخلت في السرائل للتعامل لأن لا نتذكر لأن لا نتذكر بسبب المتحولات والتعاملات 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 هي أخر مهم التي يجب أن تكون المؤسسات تحتاج إلى تنظر لأن المؤسسات التي تحتاج إلى وإن تحوير من المؤسسات لقد أعني إليها 45 مليون صre disgrsyst أنا 45 مليون أعم لا أصبعد لم يكن هذا من المؤسسة في صنوة في الصعود لقد كانت أو الطاقة معناتها تونس ولكن كي تقول تونس قلقارة الأفريقية بأوروبا اليوم تونس بالاتحاد الأوروبي هذا بالنسبة للمشروع آخر معناتها بعد ما حكي على المدارس مثلا والمشروع الثالث الوفيس دي سريال اليوم اللي تلقى الدعم بالنسبة لمشروع الثالث الوفيس دي سريال بأوروبا اليوم لحسب 7 مليون 17 مليون السبعة مليون ليس فقط أسفل تتحدث مليون وعنة 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 هل هم 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 أشخاص هم هناك الكثير ولكن أعتقد أننا لا يوجد الكثير لك ربما يمكننا أن نضع 10 أكثر لتشكريات للمسيحين الذين نتعلم أو تشكريات نعم نعم كما قلت في المنزل في الأنفذ التعديم، η Ευρωπαϊκή Investments Bank και η Τونيسيا έχουν μια πολύ long και strong partnership και είμαστε εδώ και συμβαίνουμε να поддержعε το país στο διαδικασίδι περισσότερο την economία και στρατιώσουν ειδικά κρίτικες σectori που είναι σημαντικά για το διαδικασίδιο της economy και παράλληλο της κοινωνίας και and also on top we are here to support the country to build resilience in the several crises that are ahead of us we have gone through the COVID do you remember the energy crisis so there always going to be crisis and resilience is also a key component of an economy شكرا لك النائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار على الحوار رسالة امتعوا في اللخر معناتها يتواجه بها للشعب تونسي للدولة التونسية يقول احنا هنا معناتها معكم ويقفوا معكم مهم ياسر أن يقفوا معكم في القطاعات الحساسة القطاعات المهمة للاقتصاد التونسي دعما مننا للاقتصاد التونسي ويقول ايضا احنا هنا بش ندعم تونس فوق هذا الكل يقول المهم فما المهم الاهم كانت ترجمة هكاية وانه ندعم تونس على الصمود لانه فما برشة ازمات فما وضع معقد معناتها حتى على المستوى العالمي فيقول مهم ياسر انه نكونوا بجنب تونس ونعاونوها انه تصمد امام الازمات هذه شكرا كان هذا حوار اذا مع نائب الرئيس البنك الاوروبي لاستثمار السيد لوانيس تساكيريس